يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبداللطيفة بورجيلا استعدادا للقاء مصر للمقصة المقرر له الثلاثاء المقبل باستاذ القاهرة في الجولة الثلاثين لمصابقة الدور الممتاز كان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالتو فيريرا أقر منح اللاعبين راحة من السبت من التدريبات بعد الفوز على الجونة بربعية مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين ليرفع الزمالك رصيده إلى تسعة وستين نقطة يتصدر بها المصابقة